السلام عليكم حباب قلب السامة يارب تكونوا بخير النهار ده يا جماعة بناكل حاجة حلوة جدا طبعا فيه ناس بتحبها وفيه ناس ما بتحبهاش انا عن نفسي من عشرين الحاجة اللي بحبها او دي هو ايه بقى يا جماعة ده اللسان كان طويل شوية كان اللسان الفهرة والجمزة ماشاء الله حاجة كبيرة كده دعالوا بقى نشوف اللسان ده كان عامل الزاد الوقت انا صراحة كنت بحبه مسلوء يا جماعة من عشرين اللسان المسلوء وسواء ممكن لما تهف في دماغي بحشوحوا شوية بزحية الزبدة تمام يلا باشكر كل الناس اللي اتفعلت معي في فيديو حبيبة الفمحامزة والتعليقات الجميلة اللي زي السكر منكم تعالوا تفضلوا معي حيطة اللسان حلوة كده من اللغاليق بتحب اللغاليق يا جماعة اللي بحب اللغاليق يحط الاشتراك واللي بحب اللسان يحط اللايك والتعليق حلو منكم هنا يا جماعة نستمين لها كده واشوفوا اللسان اللي احنا جبناه من سوق اللحم اللي هو كان عامل كيلوروب بعشرين ريال شايفين ما شاء الله اللسان اللسان يا جماعة ما شاء الله اطول من اللسان جوزة وصع حبيبة بصروا حبيب الملايين او بصروا بيموت فيها ويموت فيها اراك بصرها في الانفات بتاعني بص يا جماعة هنا بقى نضيفه في مية دي مش المية الاساسية تمام دي بس ناخد غلوتين في المية دي برضو هندفلها باصلة رولة حبان بس تنزل الريمة والظفرة بتاعته ونضيفه في مية نظيفة في حالة الضغط ما كملش معي عشرين دي في حالة الضغط بس انا بعمله بالطريقة دي يا جماعة زي ما انتو عايزين ممكن بقى تسلقيه وتعمله شوية تسبيكة حلوين كده وتقطعيه شرايح وتحط سمية في الفرن بيبقى طعمه جنان برضو ممكن تعمله تسبيكة زي الكمونية وترميه فيها تمام بيبقى طعمه حلو جدا 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 انا كده اخده هاخده غلوتين بس ضيف عليه باصلتين لا ورا حبهان وبعد كده هضيف بها في المية نظيفة تانية لا ورا حبهان باصل طماطم وعود قرفة وشوية بهارات مشاكلين فلفل اسود وحاجات دي المية اللي مش عايزينها بس احنا بنحوش منه الزفارة والريمة عشان ايه ينزل في مية نظيفة زي كده في حالة الضغط ما اخد معي عشرين ده بصدب بعد كده تطلعيه تيبرد وتقطعين كنت هتعملي بقى شرايح تحمريه او تعملي في الصلصة زي ما انت عايزة تمام او ممكن تشوحيه بالبصل والطماطم والفلفل كده والطماطم وبهارات بيبقى زي العسل بس انا من عشرين بحبه مسلوك يا جماعة مش عارفة لي بتكائف منه مسلوك تمام بحبكم جدا يا جماعة ومحمزة مبسوطة من التعليقات الناس اللي زي العسل يارب تكون الفوديهات كده على طول بتفاعل مش فيديو او فوديو لا تمام يارب نكون مع بعضنا على طول هنا بقى كده خد غلوتين هتصكر علي زي ما انت شايفين اضفت طماطم لورا حبان وكل حاجه فيه تمام يا جماعة عفلت على حالة ضغط عشرين دقيقة بالضبط بعد كده طلحته بالشكل انتو شايفينه ده وروحت قطحته بالسكينة كده عشان اتأكد ان هو استوى ومفيش دم جوه استوى يا جماعة وطلب الاكال اهي زي المنجا كده لما تستوي بتطلب الاكال ما شاء الله يلا مين بقى اللي بيحب اللسان من اللي بيحب اللغاليغ يا جماعة يلا تفضلوا عشان اللسان وعشان اللغاليغ تقول لي انو واتحطوا الاشتراك عايزين نكافلهم الفين في الاسبوع ده عايزين نكافلهم الفين مشترك تمام؟ هنا بقى يا جماعة زي ما انتو شايفين كده قطع اللسان كده واستمخي كده واقول اهنا ايطر انا اخد انا حتة وادى بصرة اهنا حتة انا هادى بصرة الارقوشة فاي علي حمى بربنا اه بس كده قطع بس كده يا جماعة كان طعم وطحفة يا جماعة اللي جانا جبتوا من السول اللحم شوف الجماعة شوف اللحم عامل من قلب وانا بقطع وكان حاجة منتهى الجماعة ماشاء الله تبارك الرحمن عشيني اللسان ونسبة حب اللسان انا خشلت بقى القروشة اللي هناك دي لبصرة وقلت كفية علي لقيتها كبيرة كمان قطعت منها حتة بس يا جماعة بص اللسان كان جنان كان جنان بصوا وانا بعملش حاجة اللي ما بطلع عزال عزل واما حامزة بقى تصلت على من حتة دي قالتلي حشيلي حتة قلتلها انت دايش سفية حاجة برضو كنت بعمل برضو الله ما صلى على النبي كنت باكل حتة من السدر الروم المدخن اللي جابوه لحبيب قلب وبصرة حبيب الملايين اتصلت برضو علي قالتلي هينزل برضو يا جماعة على الفيس لو حابين تشوفوه تمام حلو جدا برضو يعني حاجة حلوة كده للسدر المدخن جميل بس كده هنا قطعت وزبطت ادينا زي ما تشوفين كده وكان فيه حتة كده روحت حشي بقى اللي هي بتبقى طرف الليسان بيبقى عليها اشر مش مستحاب لو بتتفرج عليها الحد هنا ده انت بنت ناس وزي العسل لو بتتفرج عليها الحد هنا يبقى انت ناس قصدي محترم وابن الناس كويسين تمام يا جماعة هنا بقيت اقطع الاغلوخ ده زي ما تشوفين كده بس لا لازم بقى الطرف الاخر في الليسان دي يا جماعة بتبقى فيه اشر خشنة الحنطور بصدر خلص منها على طلوعة اكلية بتبقى خشنة ومش حلوة اللي هي اخر طرف اللسان تمام اخلاص منها تماما بس يا جماعة كده وده اللسان هو كان معانا النهاردة كانت فاكرة اللسان الفارة او الجاموسة مش فاكرة اللي جبناها من سوء اللحمة اللي في البطحة تمام يا جماعة هناك انا براشرح لكم المنبارة حلوة جدا هناك بخمسة ريال الكرش هناك بعشر ريال السمك البلط بيلعب قدامكم بعشين ريال السمك المكارين اللي بخمساشر ريال السمك الباغة بخمسة ريال الجامباري بيبدأ من عشرين ريال يا جمال حد الجامبو بخمسة ووربين ريال ولو عجبكم الفيديو متنسيشوا اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته